نسرين أحي عرف أنا عملت إيه أستخبى فين وأروح فين ده لو قفاشنا هيعمل مني بفتات تليها تجري واستخبت جوا التلاجة نسرين اطلعي اطلعي بقولك لحسن هتشوفي وشي التاني أحي يا رب استرها معي وما يشوفنيش ما خلصتش كلامي ولقيت اللي فتح باب التلاجة وخرجني منها أنت إيه اللي دخلك قضة المكتب بتاعي انطعي والله من دي اعتماد استفزتني وجريت على المكتب فجريت وراه ووقفت فوق المكتب فشدتها من رجله فوقعت ووقعت معها اللاب بتاعك أنا مليش دعوة اعتماد أيوة يا ساعة التلبيهنا جاية هو يلزم خدمة أنت اللي قصرت اللاب أنا ما حصلش يا ساعة التلبيه دي الهاني من اللي قصرته يا اعتماد الكلب وربنا ما نسايبك بتلبسيني في الحيطة أعمل فيكم إيه انتوا الاتنين أعمل فيكم إيه بلوتين واوا على رأسي حاسبي يا الله ووقفوا عندكم انتوا الاتنين وبالذات انت بتستخب في التلاجة ليه متجوز أنا نساية مش هتفلطوا من العقاب واحمدوا ربنا إن أعمل نسخة تانية من اللي علاد انتوا الاتنين حالا تجمع سجاد البيت كله وتخسلوه بتكلمنا احنا؟ لا بكلم خيالكم يلا بسرعة على شغلكم وفعلا خلينا نجمع السجاد كله وقد أخسرنا واعتماد يا ظالم ليك يوم اخسله بضمير انت وهي بقى انت تخلينا أخسل سجاد ده أنا كنت في بيت أمي وبشلش معلقة دلوقتي بقيت في بيتي واتمشى على قوانيني لحد ما تعقل يا نسرين وتبطل تعمل عقلك بعقل اعتماد ايه ده صفاج أنا بعمل ايه هنا انت بنت خدامة خلص السجاد وتعلي جاهزيلي الفطار بتاعي قالتلي كده وثابتني ومشي حاسبي يا الله اتدبست أنا يا صغيرة عشقة يا نيرو يا خسرتك في المرمطة يا نيرو مش كان زماني متجاوزة متولى بوكرش كان هيجيب لي شغالة خلصت ابنى بوكرش جيت لهولاكو بتقولي حاجة يا نسرين لأ باشا ده أنا بشكر فيك طب يلا خسلي بزمة حاسبي يا الله حاضر ملاكو هي جاية طول الطريق عملة ترقص هي وولدها وتغني اغنية لقصر بلدنا بلد سواح يا ملاك يا ملاك يا حبيبتي يا نور عيني وربنا احنا رايحين القاهرة اهدي لو دخلنا على لجنة اقولهم ايه معلش مراتي مجنونة شوية لأ ومش كفاية لوحدك مجنونة ومجننان العيال معاك ماشي يا سيدي ادي نسكت المهم هنروح على ملك على طول ولا هنعدي على معتز الأول لأ هنعدي على معتز نتطمن عليه الأول ونقعد عنده لحد معادل حفلة حبيب قلب عمو فينا ابوكم وممكم قوات كنوا قتلتوهم ايه يا عيال ده ما سبتوش حاجة من أمكم حتى اللات غوغدينها منها بيتقول حاجة يا ميزو أبدا يا ملاكي هو نقدر أقول حاجة ما تتلمي يا ابني انت الملاكك قال انت هتفضل طلع عمرك كده غير يا ابني خالتي طبعا يا ابني اللي يبقى مع ملكه ما يغيرش يبقى ما عندهش دم تعالوا معايا يا عيال عن مطبخ نشوف عم معتزة عنده أكل ايه ونخلصهوله ملاك يا معتز حسنك فيك حاجة وبتداريها بالهزار انت الوحيدة اللي بتفهمي فيا ايه مهما خبيت طب احكي يا سيدي وانا كل اعزان صاغية بياني حبيته وقعت خلاص يا سيدي يا سيدي لا دا الموضوع شكله كبير بقى مين هي وعرفتها ازاي وفين احكي كل حاجة بالتفصيل حكيت لي ملاك على كل اللي حصل انت متأكد انك بتحبها مش يمكن احساسك دا عشان اللي حقتها اصل الحب مش بييجي كده في ظرف يوم ولا اتنين لا دا لازم مواقف كتير الحب هو انك تلاقي اللي يقدر يرسم الابتسامة على وشك من اقل حركة انك تلاقي اللي مهما تكون مهموم وزعلان مسافة ما تقعد معاه تنسى دنيتها معرفش يا ملاك صدقيني معرفش بس بفكر فيها دايما حتى اسمها ياسمين تخيالي ان لما بنطقه بحس انه غير بقيت الكلام ليه طعم تاني حب من اول نظرة يمكن بس لما احتاجتني حسيت بفخر ان هي محتاجاني احساس غريب اول مرة حسه معاها ياه الحب وسنينه روح هاتي 2 كيلو موز وكيلو فول وروح تقدم لها فول وموز حد قالك انه رايح لقرد اسكتي اسكتي انا غلطاني انه حكيت لك حاجة وبعدها خرج معتزي والاولاد من المطبخ يلا يا معتزي قم لبس عشان تيجي معنا الحفلة لا اروحوا انتو انا ماليش مزاج يا لهوي يا زينيلا ده ايه الناس اللي مبينة اكتر ممدرية دي طب ها انا اعود مع مين دلوقت اللي قاعدة هناك دي شكلها محترم لما اروح اعود معيها ممكن اقعد معك اكيد طبعا اتفضل انا النسرين وانتي انا ملاك ودول عفريتي يازن وزين توقم انتي بقى متجوزة اه طبعا متجوزة من هلاكو هلاكو ايوه الاخ اللي وقف هناك ده مع البنات ده انت نهارك مش معد اتجوزت جوزي اتجوزت علي يا باسل اتجوزت علي انا والله اللي اوري اهدي خرب بيتك اقصد مالك مالك يوه مش كنت تقولي من الاول بس اللي عرفه ان مالك مش متجوز لا يا اختي ماهتجوزني من ورايا وبعدين حكيت لها كل حكايتي مع مالك بس باين عليكي بتحبيت لاما ما كنتش ضربت االكس دوت بالنار لما قالي انه عايز يقتله يلا يا نسرين امي حضر لنا الطرطة بقى بس كده في ثواني هتكون جاهزة تعالي يا ملاك معي يا سعديني هو اول ما دخلنا المطبخ انا وملاك النور قطع علينا فجر ملاك نور الكشاف ملاك ردت علي يا بنتي بخاف من الضلمة نور الكشاف لحد ما حد يروحي شغل المحاول الاحتياط هيا سريعا سيد ادوارد لن يرحمنا ان تأخرنا سيدي لقد وجدنا اثنتين ليست واحدة لا بس السيد ادوارد سيأخذ الفتاة المطلوبة ونحن سنأخذ بالتأكيدة الاخرى نتسلى به ومن ثم نتفاوض مع اهلها كل اللذين في الحفلة اسرياء انتوا يخدمين الزفت انتوا فين هيا سريعا علينا الرحلة قبل ان يأتي احد الطائرة في انتظارنا واول ما اعتماد ما دخلت واحد منهم ضربها على دماغها وتلع يجري اتأخر او في المطبخ تعالا نروح نشوفهم انا قلبي مش متطمن وحسس ان ملاك فيها حاجة ايه ده اعتماد اطلبوا الاسعاف بسرعة ملاك فين يا مالك ونسرين كمان فين معرفش معرفش تعالا نلحق اعتماد الاول وبعد كده ندور عليهم الحلة جات اصابتها في منطقة حسسة في الدماغ وده للأسف هيخلينا نستنى انها تفوق ونشوف ايه الاضرار تعالا معي نروح نجيبهم انا عارف من اللي خطفهم ايه ده انت ايه اللي جابك هنا هي فان هي مين ولا انت هتستعبط ملاك ونسرين فان محدش غيرك اللي هيعمل حاجة زي دي معتز انت بتعمل ايه هنا كنت بتقدم للانسة يا سمين في ايه باسل ملاك اتخطفت هي ونسرين مرة مالك ايه اتخطفت اتخطفت ازاي يا باسل انت معرفش يا معتز معرفش باسل يلا بينهم ومشينا يبقى مفيش غير اليكس استنونا جاي معاكم قالوا يا نائل جاهز للطيارة بسرعة قالوا ادوارد انتم خطفتم نسرين اجل لماذا لماذا لا شأن لك بهذا لان السيد اليكس يريدها لا تأذوها ادوارد انها تخصني لا لا تخصك انها تخص الان السيد اليكس ولا تنسى من هو السيد اليكس اسمع صغيري اسر لا تهدم علاقتك بالسيد اليكس من اجل امرأة اذا ازيتموها صدقني يا ادوارد لن اصمو لا تنسى انك متورط معنا في كل شيء وفي كل الشحنات التي دخلت مصر من الاسلحة والمواد المخدرة ولا تنسى ايضا انك كنت تورد لنا الفتيات لكي يشتريهم الاسرياء في المزاد لا تنسى كل هذا ضع عقلك برأسك صغير ولكن لا تقلق عليها سيدي لن يؤذيها انه احبها اعمل ايه دلوقتي اعمل ايه مش لازم اورط نفسي مع عليكس اكيد مالك هيجيبها صح وبكده تكون خلصت حلقتنا بس لسه مخلصتش حكايتنا استنوني في حلقة جديدة باحداث جديدة وفي ناية الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم اشعار لكل كسة جديدة اشتركوا في القناة